نهارتا عايزة أكلمكم عن أن الله يريد ويقدر في إنجيل لقاء صح 5 جاله شخص مملوء برس وتقابل مع المسيح له كل المجد وقال له إن أردت تقدر أن تطهرني فرد عليه المسيح وقال له أريد فأطهر وللوقت شوف يا من برسه في الحال هنا المسيح قال له أريد هو بيقول له إن أردت تقدر فقال له أريد فأطهر يعني الرب بيقول له أنا أريد أن أطهرك وأقدر أن أطهرك أنا عايزة أقول لكل واحد إن الله إردته صلحة ومرضية وكاملة هو عتفتكر إن إردته إنك تعد تعبان أو مريض أو محتاج ليه مش إردته ممكن تكون مشقة إبليس إنه يفقرك إنه يمرضك إنه يحزنك إنه يتعبك لكن هو اللي قال تعالوا إليه جميع المتعبين وصطيل الأحمال وأنا أريحكم يبقى عايز إيه؟ عايز يريحك مشقته إنه يريحك مشقته إنه يشفيك مشقته إنه يفرحك مشقته إنه يسدد احتياجك ويحل مشاكلك دي أول حاجة عشان مرات كتيرة بنشك يقول يمكن ربنا مش رايد بقى مش عايز تاني حاجة يقدر يعمل كده مش عايز وضعيف لا عايز يشفيك ويقدر يشفيك يقدر لما صار دحكت لما بشرها وقال في مثل هذا الزمان يكون لصار إبن فصار دحكت فالرب قال لها لماذا ضحكتي؟ هل يستحيل على الرب أمر؟ في حاجة تقدر تقف قصاد الرب؟ الله عظيم فوق الأحداث وفوق الظروف وفوق الأمراض وفوق إبليس يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر طب إيه بقى المشكلة؟ الله يريد وقال لا يقدر لو أنت صدقت ده هتجيله يقدر يحل مشاكلك؟ آه يقدر يشفي أمراضك؟ آه كان يجول يصنع خيراً ويشفي جميع المتسلط عليهم من إبليس يقدر يعمل معجزات؟ يقدر يسدد احتياجك؟ يقدر عال بني إسرائيل في البرية أربعين سنة ألاف مؤلفة من الناس سيابهم لم تبلع وأرجلهم لم تتورق كلوا شربوا ولبسوا وطرعوا أربعين سنة في برية وكان بيرسلهم المن طعام الملائكة عشان يأكلهم وطلع لهم من السخرة ماء هو ده إلهنا يريد ويقدر يمكن في حد من اللي بيسمع بيقول طب ليه أنا الرب ما استجاب ليش؟ طب ليه الرب ما عمليش؟ أكيد العب فيي أو فيك مش في الرب لأنه هو صالح قلنا أنه يريد ويقدر وده الحق يبقى العب يا فيك يمكن مش بتطلب يمكن مش بتطلب بإيمان يمكن إيمانك مكسور أو مش مصدق يمكن فيه خطية وقفة بينك وبين الرب مع الطلل لاستجابة يمكن مجي مكان لإبليس في عادة شريرة شهوة علاقة آسمة صداقة غير مقدسة فيه حاجة في حياتك إبليس بيشتكي بسببها بيدوس عليك بسببها معطل الاستجابة بسببها بس لكن إذا كل ده مش موجود إذا نزعت الخطية إذا قومت إبليس إذا جيت وصليت بإيمان وبثقة هتجت أن الله هيديك سؤل علبك عشان كده النهاردة إحنا عايزين نمتلي من الحتة دي بس إن الله يريد إنه يبركنا ويعمل مشاقة الصلحة في حياتنا ويقدر أن يصنع هذا عشان كده مكتوب عن سارة إن سارة صدقت وأمنت إن الله صادق وإبراهيم آمن إن الله قادر على الإقامة من الأموات هو صادق وهو قادر ومشيئته صلحة تعالي له ارتمي عليه وشوف استجابته وشوف قوته آمين اشتركوا في القناة